هذه إطلالة على سوق العقارات في دبي والذي على ما يبدو أنه يسجل صمود في وجه كورونا وحتى سلالاتها الجديدة الأرقام والمؤشرات تحكي عن ذلك سنقف عليها من خلال هذا العرض سوق الفنادق الإماراتي يواصل انتعاشه في 2021 مستويات إجراء الفنادق في خمسة أشهر في دبي ترتفع من العام 2020 إلى 2021 إلى 58% في العام 2021 كانت المستويات 46% في العام 2020 أبو ظبي كذلك كانت مستويات الإشغال 60% في 2020 ارتفعت إلى 61% في 2021 هناك توقعات أيضا بارتفاع الطلب قياسا على أكسبو 2020 وبالتالي وصول السياح والمتسوقين لهذه التظاهرة من جميع أرحاء العالم ربما هذا يسهم في دفع أيضا هذا السوق وهذا القطاع ولتلبية الطلب المتزايد المتوقع في دبي تم إنجاز 12 ألف غرفة فندقية خلال النصف الثاني من 2021 بزيادة من 37 إلى 49 في المئة دعونا نتحدث أيضا عن قطاع الوحدات السكنية في الإمارات الذي صمد في العام 2021 وسجل حضور يونيو يعد أحد أفضل الشهور في دبي سبقات البيع وصل إلى 6300 صفقة القيمة الإجمالية نتحدث عن 14 مليار و 800 مليون درهم وهي أعلى قيمة شهرية منذ 2014 يونيو كان أخضر بامتياز في قطاع العقار في دبي منذ بداية العام الجاري أيضا هناك ارتفاع ملحوظ في زيادة الطلب على الفلات والفلات ذات الجودة العالية ارتفعت أزعارها 10 في المئة في دبي و 6 في المئة في أبوظبي على أساس سنوي قياسا على الطلب الوحدات المكتبية وقطاع التجزئ في الإمارات نبقى عليه نظرة أيضا والتحولات التي حدثت فيه نجد أنه في سوق الوحدات المكتبية زيادة في الاستفسارات من الشركات الدولية التي ترغب في إنشاء أعمال تجارية في دبي مجرد الاستفسار ظاهر إيجابي يدل على الرغبة في الدخول إلى هذا القطاع الوحدات المكتبية التي تسلم في النصف الثاني نتحدث عن 70 ألف متر مربع في دبي و 18 ألف متر مربع في أبوظبي السوق التجزئ لا يزال يعاني باحتبار أن تدعيات كورونا أيضا لا تزال ماثلة وقائمة وبالتالي لا يزال ضعيفا معدلات الإيجار في الربع الثاني من 2021 على أساس سنوي تراجعت في أبوظبي بـ 12 في المئة وتراجعت في دبي بـ 5 في المئة هذه هي نظرة شاملة لقطاع العقار في الإمارات والذي يبدو أنه لا يزال يسجل صموط كبير أمام كورونا وسلالاتها